أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أنها عثرت على قنابل لم تتفجر تبلغ زنتها 450 كيلو جرام داخل مدارسها في قطاع غزة ذلك بعد خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأوضحت الأونروا أن وكالات للأمم المتحدة قامت بمهمة تقييم في خان يونس مشيرة إلى أن الفرق الأممية واجهت عوائق كبيرة حالت دون عملها بشكل آمن بسبب وجود ذخائر وعبوات لم تنفجر قنابل لم تنفجر هذا ما كشفت عنه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بشأن العثور على قنابل لم تنفجر تبلغ زنتها 450 كيلو جرام داخل مدارس بخان يونس جنوبي القطاع وذلك عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة وبينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع المدمر قالت الأونروا في بيانها إن وكالات للأمم المتحدة قامت بمهمة تقييم في خان يونس بعد انسحاب الجنود الإسرائيلين في السابع من أبريل الجاري وطبقا لبيان الأونروا فإن الفرق الأممية واجهت عوائق كبيرة حالت دون عملها بشكل آمن بسبب وجود ذخائر وعبوات لم تنفجر خاصة على الطرق وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن تنظيف قطاع غزة من الزخائر والعبوات غير المنفجرة سيتطلب ملايين الدولارات وأعوام عدة وفي الوقت الذي تسعى فيه أطراف عربية ودولية للتوصل الاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة آملا في أن يمنح المدنيين هناك بعضا من الأمان تشكل الزخائر غير المنفجرة العالقة في أرض القطاع وحطام مبانيه أزمة شديدة الخطورة ترجمة نانسي قنقر